بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم اليوم كنا إلى المرة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنا إلى المرة السابقة نتكلم عن اختيار الموضوع وقلنا أن الموضوع يعني اختيار موضوع البحث أمر مهم جدا ويمر بمراحل عديدة هذه المراحل هذه المراحل يعني واعتبارات معينة كثيرة جدا توضع في عقل الباحث عندما يختار الموضوع قلنا أنه اختيار الموضوع يحتاج إلى جهد كبير من الباحث وخاصة الباحث الذي يريد أن يعني يعمل في بحث من اختياره هو ويعني نبهنا في المرة السابقة على بعض الأخطاء التي ترتكب منها أن الباحث يعني يتعجل من أمره في اختيار الموضوع أو يطلب مساعدة الآخرين في اختيار موضوع له وهذا يعني هذا ليس عيبا أن المساعدة الباحث ولكن يعني هناك من البحاث من يعني يكلف بموضوع أو يكلف نفسه بموضوع هو لم يقدم أو لم يستطع أن يعني يحيط بجميع جوانب الموضوع بشكل جيد وبالتالي يجد نفسه كالذي دخل في البحر وأصبح يعني يعاني من الغرق ويتعجل من أمره في اختيار الموضوع وبالتالي يعني يجب عليه أن يتأكد من عدة موضوعات قبل أن يدخل هذا الموضوع هل هو يخاطب أحاسيسه ومشاعره الداخلية يعني هل الأحاسيس والمشاعر مهمة؟ طبعا مهمة لأن هناك تصبح علاقة وثيقة بين الباحث وبحثه وأنا أتعجب جدا عندما أجد في بعض المواقع الإلكترونية يقولون نحن نكتب البحث للطالب ونكتب وقلت لهم يعني كما قلنا المرة السابقة اتركوا البحث للباحث فعندما تكون هناك فجوة بين الباحث وبحثه هنا تكون مشكلة كبيرة جدا وكأنه يعني لا يعرف شيئا عن بحثه ويصبح كالذي يعني داخل البحر وهو لا يجد الغرص قلنا المرة السابقة أن هناك بعض الأمور ولابد أن يضع البحث في عقله وذهنه أولا يتأكد من أن الموضوع في تخصصه أن يكون دقيقا جدا في حدود عنوان البحث يحصل الموضوع قلنا في دائرة التخصص يكون هناك يتجنب التكرار والتشابه في الموضوعات تكون الرؤية عنده واضحة يعني رؤية البحث واضحة وهي ما يطلق عليها بمشكلة البحث وبالتالي المرة السابقة تكلمنا أو بدأنا نتحدث عن ما هي الموضوع في البحث وهو مشكلة البحث المشكلة البحث ما المشكلة؟ ما القضية؟ ما الموضوع الذي يناقشه البحث؟ أو كأن أقول لواحد مثلا ما موضوعك؟ يقول موضوع كذا أقول يعني ماذا تريد؟ ما المشكلة فيه؟ ما الشرارة التي أضاءت أمامك وأمامك وجعلتك تفكر في أن تعمل في هذا الموضوع؟ فربما يكون هناك سؤال سؤال يلح على الذهن يقول والله فيه كذا وكذا وكذا ما السبب؟ عندما مثلا نجد قرية يعني أنا أسكن في قرية وهذه القرية بينها وبين القرية بعض القرى المجاورة لها يعني كيلومترات قليلة جدا يعني بين بلدتنا أو قريتنا وقرية أخرى بيننا وبينها أقل من أربعة كيلو أو ثلاثة كيلو وأجد هناك اختلاف لهجي بين قريتنا وهذه القرية وقرية أخرى أجد أيضا تبتعد عن قريتنا إذا قلنا هذه من الشرق وهذه من الغرب تبتعد عن مثلا بثنين كيلو ثلاثة كيلو قال لا فهذا الموضوع يعني شغل فيهن يعني ما السبب يعني ما السبب في هذا الاختلاف بين قريتنا وهذه القرية وهذه القرية وهذه القرية في القرية فهذا كان سؤال يحتاج إلى إجابة فأحيانا البحث يحتاج إلى إجابة كثيرا ما يواجه البحث عدد من التساؤلات في موضوع من الموضوعات كأن مثلا تحدث حالة سرقة نقول يعني لماذا ناس يسرقون هذه المقضية لماذا هناك واحد يقترح يقول والله لا لا بسبب التراخ الأخلاقي عند الناس يعني يعيدها إلى الجوانب الأخلاقي يقول واحد آخر يقول لا 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 بسبب الناس من النواحي الدينية أصبح الوازع الديني عندهم ضعيف هنا يناقشه من الناحية الدينية فهذه الموضوعات تفرض نفسها على شكل تساؤلات أحيانا هناك مواقف غامضة تحتاج إلى توضيح وتفسير وافي هناك أيضا حاجة لم تلبى ولم تشبع يعني مثلا هناك واحد يعني بحث في موضوع ولكن البحث لم يكن على الشكل الصحيح فكانت النتائج يعني غير مرضية فيقول والله لا ما المانع أن نعيد النظر في البحث مرة أخرى حتى نستطيع أن نلبي ونشبع الرغبة في أن نحيط بجميع جوانب الموضوع يعني في رسالة دكتوراه إن شاء الله سأسافر إلى دولة ليبيا إن شاء الله يعني بعد فترة سأسافر إلى دولة ليبيا لمناقشة رسالة دكتوراه هناك في جماعة نصراتها إن شاء الله بكلية الأداب قسم اللغة العربية وهذه هي أول رسالة دكتوراه تكون في جامعة نصراتها أول رسالة دكتوراه في اللغة العربية لأن الجامعة لم تمنح قبل ذلك في اللغة العربية إلا الماجستير فقط يعني الحمد لله والفضل له يعني تم اختياري عضو مناقش في هذه الرسالة في اللغة العربية في الصرف هي تناقش موضوعا في بعض المؤاخذات على شرح الكافية للرضي فبالتالي كأنه موضوع يحتاج إلى تدقيق يحتاج إلى إضاحة وتفسير الشرح الكافية هناك بعض النقاط تحتاج إلى جهد من الباحثين فبالتالي نجد أن خلاصة الموضوع من المهم جدا أن يكون عند الباحث أسباب يستطيع بها أن يقنع لجنة المناقشة أو الآخرين بأنه يريد أن يبحث في هذا الموضوع لماذا تم اختيار هذا الموضوع يا عاطف أقول لأن أو ما هي تسأل ما المشكلة يا عاطف أقول والله المشكلة في أن تنحصر فيه كذا يعني لابد أن يلم الباحث بمشكلة بحثه موضوع البحث موضوع البحث هو مشكلة حد ذاته هذا أيضا هذا مهم جدا قلنا أيضا للمرة السابقة تكلمنا عن مصادر الحصول على موضوع بعض الناس يقول والله يا أستاذ نريد موضوعا فهل يعني هل يجوز أن فعلا أن نساعد الباحث في الحصول على موضوع كل الله هناك مصادر الحصول على الموضوع ربما تكون من مواقف غالة بالسؤال أهل الخبرة وأهل التخصص بالسؤال من الذين يعملون في المكاتب المكتبات لأنهم يعني ربما مثلا يكون عندهم بعض الإلمان بالبعض الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة يعني أيضا نبحث في برامج الدراسات العليا نذهب إلى الجامعات والكليات ونسأل والله يا جماعة هل هذا الموضوع عندكم هل هذا الموضوع عندكم نوقش من قبل أو هل هناك موضوع قريب منه فرضا أنني أريد أن أبحث مثلا في الصورة الفنية عند الجاحظ مثلا في أشعاري المتنثرة أو أريد أن أبحث في الصورة الفنية لشعر أبي النواس أبحث أين أذهب إلى جماعة كذا وإلى جماعة كذا قسم الدراسات العليا وأسهل ما الموضوعات التي نقشت عندكم لأبي النواس يقولون والله موضوع كذا وكذا وكذا والله صحيح هو ناس ناقشوه من النحية النحوية وناس ناقشوه من نحية البيان وناس ناقشوه من ناحية البليع لكن لم يناقشوه من ناحية الجهة الفلانية قلنا أيضا الدراسات المسحية كما ذكرنا قبل ذلك طبعا هذه معلومات معلومات قديمة لكن الآن ما شاء الله الإنترنت لم يترك شاردة ولا وردة إلا وفعرض لها قلنا أيضا المرة السابقة أن أحيانا بعض البحوث يكون مصدرها من تكليف جهة معينة وهذا موضوع تكلمنا عنه أن هناك بعض الجهات خاصة في المراكز البحوث في بعض الدول تطلب لراسة موضوعات خاصة يعني مثلا إذا قلنا مشكلة مياه النيل المتوقفة بين السودان ومصر وأثيوبيا فهذا الموضوع يمكن أن تطلب جهة مثلا مثل مصر أو السودان أو إثيوبيا تطلب من الباحثين أن مناقشة هذا الموضوع على طاولة البحث العلمي من الناحية التاريخية المعاهدات القديمة أو من الناحية القضائية الموقف إذا حدث كذا يكون كذا أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية وهكذا فربما جهة من الجهات تطلب وتوصي بدراسة موضوع ما من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى فعلا تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى يعني اهتمام من قبل الباحثين هل الكتاب يظهر أم لا؟ أنا ظلنت أنه يعني يظهر سبحان الله لعم أظهر والآن لا يظهر الآن؟ نعم نعم الآن نعم طيب تمام فإذا ربما جهة من الجهات تطلب تطلب دراسة موضوع من الموضوعات لأن هذا الموضوع يمثل شيئا بالنسبة لها وهذا يعني وهذا الذي يعني نقطة الفارقة بين البحوث في البلاد العربية وغيرها من البلاد الأخرى يعني لأن بعض هذه البحوث التي تكون بتوصية من بعض الجهات تكون بحوثا جماعية يعني بتعمل بروح الفريق كما قلت منذ قليل لو أن موضوع مشكلة المياه بين البصر والسودان وإثيوبيا فنجد فريق عمل فريق يناقشها اقتصاديا فريق يناقشها جغرافيا وتاريخيا فريق يناقشها من كذا جهة وبالتالي هذا يحتاج إلى فريق عمل لكن معظم البحوث التي نعمل فيها للأسف هي بحوث فردية وبالتالي الاهتمام بها تأكل وقتا وجهدا ومالا وتكلف الباحثة يعني مبالغ كبيرة جدا والمردود على أرض الواقع منها ضئيل جدا يعني حتى بعض الجامعات وبعض المؤسسات التربوية والعلمية عندما تعلن عن مؤتمر من المؤتمرات للأسف الشديد تكون معظم هذه المؤتمرات ليس الغرض منها مناقشة قضايا فعلية على أرض الواقع تحتاج إلى مناقشة ولكن للأسف معظمها يعني كنشاط علمي يجمع الباحثين فقط وأتكون يعني أصبحت يعني آسف جدا عندما أقول يعني فقدت الأهمية المرجوة منها يعني يقال مثلا كلية الأداب كان لها مؤتمر أو قسم اللغة العربية له مؤتمر في المكان الفلاني أو قسم الفلسفة له مؤتمر في سنة كذا فقط كي يجتمع المتخصصون من هنا وهناك وحول موضوعات ربما تكون معظمها مستهلك يعني المرة السابقة أيضا تكلم عن الحالة المادية للباحث وهذا الموضوع مهم جدا يعني ليس معنى ذلك أن الفقراء ليس لهم حظ في الدراسة لا أبدا لا يقصد ذلك أبدا لكن الحالة المادية عامل مساعد ويعني لأننا حتى نقول دائما للباحثين ولأنفسنا الذي يدخل في خط الدراسات العليا لابد أن يعلم عدة أمور أولا أن هذا الموضوع يحتاج إلى نفس طويل لأنه مشروع أو صناعة الباحث مشروع يحتاج إلى نفس طويل نفس طويل يعني ماذا؟ أو إذا اعتبرناه مثلا مشروع نبحث له عن ربح وعن كذا الثمرة تأتي متأخرة يعني نتخيل أن واحد يريده مثلا من طموحه أن يكون أستاذا في الجمعات فنقول ماشي تمام أنت أخذت باكالوريوس تأخذ دراسات عليا وتأخذ ماجستير وتأخذ دكتوراه حتى تحصل على لقب دكتور وتبحث هذا الموضوع يأخذ مننا عمر طويل يعني ربما يأخذ عشر سنوات ربما يأخذ عشر سنوات فعلا يعني لو قلنا يعني مثلا لكي يعني هذا ربما يأخذ عشر سنوات فهذه العشر سنوات البعض يعطل نفسه لا يتزوج كان مثلا في مقتبل العمر لا يتزوج يقول لا أنا لا أتزوج إلا أن أكون الدكتور عاطف راح والدكتور عاطف وهذا يعني ربما يكون عائق من عوائق الحياة يعني فليعلم الباحث أن هذا الموضوع يحتاج إلى نفس طويل طب بما لا يحتاج إلى نفس طويل لكي نحدث التوازن إذا نظرت وقلت والله لا لا الماجستير يحتاج كذا ربما نحتاج عشرة ألاف هنا وخمسين ألف هنا وثلاثون ألف هنا يبا إن شاء الله لا هدرس ولا هعمل ولا سوى فماذا أفعل أمشي سنة 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 وما لا يعني وما لا يدرك كله لا يترك كله فأنا إذا وضعت لنفسي الهدف ينفذ لا يبدا له من مدة زمنية وضعت مثلا في خمس سنوات أكون حصل على الماجستير طب الخمس سنوات دي أنا سوعبت النفس في حياتي من زواج وتكون أسرة فهذا كله مثلا فإذا لابد أن يحدث الإنسان من التوازن بين احتياجاته الاجتماعية واحتياجاته الاقتصادية واحتياجاته الشخصية وبالتالي الحالة المدية مهمة عامل مهم جدا من عوامل البحث العلمي وفعلا ضروري لأنه بدون مال لابد من مال يعني الزمن اختلف الآن الزمن اختلف الآن يعني كان الأول لابد الأستاذ يعني نطبع ونصور ونشتري كتب والآن نحن على الإنترنت يمكن أن نحمل المكتب الشامل أو يمكن أن يكون أو نحمل كتب PDF أكثر من خمسين ألف الكتاب في الأدب وفي اللغة وفي جميع الفروع وبالتالي التكلفة المادية لا تظهر أما سابقا قليما لأن كي نقتني الكتب ربما الواحد يجي على حساب صحة على حساب أولاده وعلى حساب طعامه وشرابه وملبسه والله لا أنا لن أشتري قميص الفلاني أو أشتري البذل الفلانية ولكن نريد أن أشتري كتب الآن الأمر يختلف في جميع الأحوال نحتاج إلى تكلفة مادية وثم كل شيء له ضريبة يا إخوة الكرام كل شيء له ضريبة يعني الشاعر يقول يعني إيه ومن يطلب الحسناء لم يغالها المهر يعني واحد يريد أن يتزوج امرأة بارعة الجمال ويريده ببلاش يعني بالله يا حليكم يعني أنت رجل عايز تكون دكتور ببلاش لا يعني كما قال الشاعر ومن يطلب الحسناء لم يغالها المهر أو لم يغالها المهر واحد يريد أن يتزوج من امرأة يعني أجمل أجمل واحدة في الكون ببلاش يعني بنت الناس ببلاش يا حبيبي لا فأحتاج الحالة المادية للباحث ضروري أنا أعطيكم مثال بسيط جدا يعني وسمحوني أن في بعض المواقف أتكلم عن نفسي كثيرا ولكن الموقف يحتاج إلى ذلك يعني بدلا ما أقول واحد صديق ولا واحد صديق في الماجستفية الدكتوراه في الماجستير كان عندي جزئية تحتاج إلى جهاز اسمه سبيكترغراف وحكوت لكم حكاية الأوراق الذي يعني طلبت مني أن أأتي بها من من نيوجيرسي في أمريكا لجهاز قياس الأصوات في الدكتوراه في الدكتوراه كان عندي مخطوط كان عندي مخطوط من المخطوطات في جامعة لايدن في هولندا وهذا المخطوط مهم جدا وهذا المخطوط في وقته في وقته ليس الآن في وقته أنا رسلت جامعة لايدن فقالوا لي أن المخطوط موجود لتأخذ نسخة منه أو صورة صورة منه على مايكرو فيلم لابد أن ترسل إلينا بشيك مصدق مدفوع بمية وتسعة عشر يورو في وقتها في عام ألف وتسعمائة سبعة وتسعين هذا الكلام وفعلا وفعلا والدي رحمه الله أنا كنت أعمل في جامعة سبهة في ليبيا وفي وقت في ذلك الوقت وهو كنت يعني يعني جهزت له توكيل عام بنكي بالنسبة للبنك فذهب إلى البنك وفعلا أرسل إلى جامعة ليدن شيك مصدق منك بمية وتسعتاشر يورو وأرسلوا إلي مايكرو فيلم كتاب الألفاظ ضمن السكيت وموجود عندي إلى الآن فهذه الأموال يعني أنا أحكي لكم لماذا لأن هذه نقود الحالة المادية للباحث هب أنني في ذلك الوقت ليس عندي مال ولا أعمل في الجامعات ومن أين آتي بالنقود وآتي باليورو والدولار ومن أين آتي بهذا فإذا كان أنا يستيسر للأمر وفتح الله لي باب الرزق لكي أستطيع أن أنفق على رسالتي لو أنني لست في هذه الحالة بالله ومخطوطة من المغرب ومخطوطة من الجزائر ومخطوطة من معهد المخطوطتان من معهد المخطوطات العربية في القاهرة فمن أين آتي بهذه النقود كلها لكي أحضر هذه المخطوطات مكلفة جدا مكلفة فعلا فهذا يعني مهم جدا أنا أحكي لكم عن واقع مرير يعيشه الباحث انتقلنا المرة السابقة قلنا أيضا من المصادر التي يمكن أن تكون مهمة جدا للبحث واقتراح البحوث هو الأستاذ المشرف الأستاذ المشرف هذا ربما تختاره الكلية ربما يختاره القسم أو المعهد ربما هو يعني يكون بينه وبين الطالب مساحة روحية وتفاهم مشترك وأنا يعني ما يغصني هو أن يفرض الطالب يفرض الباحث على المشرف أو يفرض المشرف على الباحث وهذه يعني تكون مشكلة كبيرة جدا والعلاقة بين الطرفين علاقة لا بد أن تكون علاقة أخوية علاقة أبوية يعني نعاني كثيرا جدا في هذه القصة والله العلاقة بين المشرف وطالبه ربما المشرف رجل له أعداء وله مشاكل ومع الآخرين من أهل التخصص فيدفع الطالب فاتورة لم يستهلك بسبب المشرف وربما المشرف يكون يعني ليس متخصصا بالقدر الكافي في موضوع البحث ويخبط من ناحية والطالب يخبط من ناحية أخرى وربما يحدث اختلاف بين الطالب يكون الطالب رسو ناشفة شوية ومقتنع بأشياء أو غير مقتنع بأن هذا الرجل يستحق أن يكون مشرفا عليه وعنينا وعانينا في هذا الموضوع كثيرا جدا ونحن طلاب ونحن أساتذة أيضا وربما مثلا جاءت لي رسالة من باكستان مرة ورأيت أن الرسالة مهلهلة جدا لدرجة أنني يعني اتزعجت جدا وبدأ وطبعا اسم المشرف موجود على الرسالة فحاولت التواصل معه وقلت له ما القضية أنا يعني سأكتب تقريرا سلبيا على هذه الأطروحة فقال لي أن الطالب رجل كبير في السن ورأسه يابسة أقول له يمين يا جيلي شمال جيلي ومي شمال يجيلي مين فأرهقني وأرهق نفسه ولدرجة أنني قلت له خلص 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 حتى ننتهي من هذا الكبير وقلت له طيب يعني حتى لا نكون عثرة في في الطريق أمامه لابد ما المسموع عندكم لنعطي الطالب مدة ليتم التصحيح قال قلت له أقصى مدة قال أقصى مدة ستة أشهر ستة أشهر فكتبت التقرير وقلت لا يعني لا يعتبر أو لن نسمح بهذه الرسالة أو بهذه الأطروحة بهذا الشكل إلا أن يأخذ الطالب ستة أشهر أخرى يعدل 1-2-3-4-10 الأستاذ المشرف يقترح على الطالب تظل العلاقة بينهم علاقة أخوية وعلاقة محبة اختيار الموضوع البحث هو من الأول والآخر هو مهمة الطالب مهمة الطالب والمشرف هو مثل الكتش يعني يمكن أن نقول مثلا المشرف زي الكتش كده في كرة القدم أو في الألعاب يعني أن يوجه فقط يعني يقول هنا تفعل كذا وهنا تفعل كذا وهنا تفعل كذا وهنا تفعل كذا ولكن ليس الكتش هو الذي ينزل ويضع الكرة في المرمى اليوم نتكلم عن موضوع آخر أيضا شيق جدا جميع موضوعات هذا المقرر بالمناسبة شيقة جدا أسس اختيار موضوع البحث على أي أساس أسباب اختيار البحث يعني يمكن نقول أسباب اختيار البحث أو أسس اختيار البحث أو أركان اختيار موضوع البحث كأن أقول يا فلان لماذا اخترت هذا الموضوع هناك أسباب من هذه الأسباب والمقاييس والمعايير أولا جدة الموضوع أو جديد الموضوع هل الموضوع البحث جديد هل هذا الموضوع يلبي رغبة الباحث ويستجيب لميوله هذا مهم هل الموضوع جديد يعني لم يسبق من قبل طبعا لا بد أن يكون جديدا حتى ولو في المحتوى حتى ولو في العنوان والتداول من الداخل بما يوازي العنوان هل هل البحث يلبي رغبة الباحث ويستجيب لميوله واتجاهاته الشخصية هل هذا مفروض 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 يعني أنا 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 لا أحب لا أحب الطعام الفلاني كيف أنا أكتب عنه وأبحث فيه فبالتالي موضوع البحث يجب أن يلبي رغبة الباحث يشعر أنه فعلا يشعر بالدف والحنان والمتعة والسعادة وهو يعمل في موضوعه فعلا يستجيب لميوله واتجاهاته الشخصية هل هناك تسهيلات معينة ومساعدات معينة يمكن أن تقدم للطالب هذا أيضا موضوع مهم هل الموضوع له علاقة بمؤسسة محلية أو وطنية محددة ربما أنا مثلا أنا من محافظة الشرقية في مصر ربما والله أخطر موضوع عن محافظة الشرقية أقول والله لأنها من محافظتي وسهلة بالنسبة لي التنقل من منطقة إلى المنطقة أو لأنني أعرفها ولأنني ولأنني هناك تسهيلات ستقدم بالله عليكم لو أنا من الشرقية وطلب مني أن أكون أعمل بحث مثلا في المينيا أو في القاهرة أو في الأسكندرية ستكون هناك معوقات طبعا بطبيعة الحال فبالتالي تعالوا ناخد نقطة نقطة هل الموضوع البحث جديد يعني هل شرط يعني أن يكون الموضوع فعلا حديث فيه حداثة قالوا والله إن حداثة موضوع البحث دائما يصبح مصدر قلق للباحثين لحتى أن كل واحد يسأل وانتهى يعني ما الجديد الذي جئت به يعني لكن ليس الأمر الصعب على الباحث أن يعني 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 يحاول أن يبحث عن ما الجديد الذي سيقدمه قدر المستطاع وأن يختار موضوع جديدا المفروض لم يتطرق إليه أحد من قبل وفي بعض الأحيان يكون الموضوع فعلا ربما قد تم تناوله من قبل ولكن لم تتم المعالجة بشكل مرد وأنا ضربت لكم المثال قبل ذلك لما الدكتورة مضمع بالتواب رحمه الله أستاذي لما أنا كنت بعد أن سجلت الموضوع بسنتين فجئت بأن كتاب الألفاظ وهو قد جزء من رسالة الدكتورة عندي تم تحقيقه والكتاب منشور أصبت بزهول واشتريت كما قلت لكم النسخة الموجودة الفريدة الموجودة وذهبت بها إليه رحمه الله فقال هدئ من نفسك تعالى ومسك ورقة وقلم وهو رحمه الله كان خطاطا ولذلك هذه الورقة ما زلت أحتفظ بها في بيتي فقام وقرأنا أول خمس صفحات وقال لأبشر وهو بحكمته وبحنكة الخبير والمحقق البارع البديع وضع يده ونانا وهو نقرأ على المفصل بين عملي وبين عمل الأستاذ الدكتور فخر الدين قباوة متعه الله بالسحة يا رب العالمين وقال لي كما قرأت معك هذه الصفحات الخمس يقرأ بقية الكتاب يعني هو قرأ معي الصفحات الخمس الأولى فقط وقال لي انظر انظر أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا ويسامحني أستاذ الدكتور فخر الدين قباوة أن أقول يعني هذه الكلمة يعني ليس تقليلا من جهده وليس تقليلا من مكانته فهو على عيني ورأسي وهو علم ومن أنا يعني أمام الدكتور فخر الدين قباوة ولكن يعني الحق يقال أن وأنا ما ما قلته قلته في طروحتي للدكتوراه في تعليقي على هذه الطبعة والمسخة التي يعني أخرجها الدكتور أستاذ الدكتور فخر الدين قباوة متعه الله بالصحة العافية فهذا ليس انتقاصا من حقه أبدا 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 فهو له السبق وما أنا إلا عليه وعلى غيره ولكن يعني هذا عمل بشري وهناك فيه بعض الهنات البسيطة يعني العبد لله أسعده الحظ بأن يضع يديه عليها حتى تكون مسوغا لي بأن يعني يكون البحث عندي أو الكتاب كان فعلا يحتاج إلى إعادة نظر أستاذي الكريم طيب العلوم التجريبية غير العلوم النظرية العلوم النظرية كما تعرفون علم النفس علم الجغرافية علم التاريخ علم الفلسفة علم الاجتماع هذه علوم نظرية كلها نظريات نظريات لكن العلوم التجريبية تعتمد في دراسة الظواهر المقابلة بالملاحظة أو بالتجريب إجراء تجارب وغير العلوم النظرية وهناك علوم ميدانية مثل الهندسة مثلا يعني ما يقول مثلا دراسة كذا 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 في الكبار وكذا كذا يذهبون إلى الكبار فعلا ويعني يحاولون أن يضعوا أيديهم على السلبية أما نحن في العلوم النظرية في اللغة العربية والأدب والنقد الأدبي والبلاغة فأين الجانب العاملي فيها فبالتالي العلوم تختلف وبطبيعة الحال عندما نناقش واحد في كلية الهندسة لا أود أن يكون هناك جديد على أرض الواقع والملموس لكن نأتي له واحد مثلا يتكلم عن موضوع مثلا المشتقات في المشتقات أو معالجة المشتقات في معجم لسان العرب يقول ما ماذا قدمت يعني لأنت يعني خدت كوب بص من هنا على كوب بص من لا نحن جمع جمع موضوعا كان يحتاج إلى دراسة كيف تفاعل وكيف تعامل وما طريقة ومنهج ابن منظور في صناعة معجمه في تناوله لمشتقات كذا فكل علم له ظروف يعني طيب هل موضوع البحث يلبي رغبة الباحث قلنا قبل ذلك أن مهم جدا أن تكون هناك معايشة بين الباحث وبحثه حتى إنسان لو تخيلوا أن الواحد يعمل في رسالة مجسير أو رسالة دكتوراه أو في بحث من البحث لا يحبها أو لا يحب هذا العمل بالله عليكم هل ستكون هناك إخلاص هل ستكون هناك تضحية هل ستكون هناك تضحية بالمال والجهد والوقت يعني يشعر بالتراخي وبالملل لكن إذا كان الموضوع يستهوي ويفهمه جيدا ويحبه لا ينام الليل كل يوم يريد أن منها يلبي رغبته الداخلية وميوله وقدراته ومنها أيضا يريد أن ينجز هذا العمل فالبحث العلمي معايشة لزاوية محددة في علم من العلوم لفترة ربما تطول وهذه المعايشة كما قلت لكم البحث العلمي يعني هو مشروع يحتاج إلى نفس طويل فأتخيل يعني الواحد يقضي خمس سنوات أربع سنوات أكثر أقل في موضوع وينفق عليه من ماله ووقته وجهده ويترك أولاده وبيته ويصهر نايم صاحي للنهار في بحثه هذا وهو لا يحبه وهو كارهه كيف هذا يا بالله عليكم يعني فلابد أن يعني وهذه نقطة مهمة جدا عندما يختار الباحث نفسه موضوعه يعني كان واحد يعني طبخ طبخة وطبخ طبخة ويكلها يعني كده غصبا عنه يعني يبلعها يعني لأنه الطبخة التي طبخها يعني طيب هل توجد تسهيلات ومساعدات إدارية قال والله المساعدات والتسهيلات الإدارية هذه مرتبطة بأشياء معينة منها مثلا يعني كما قلت لكم منذ قليل أنا أنا من أبناء الشرقية في مصر يكون بحثي عن الشرقية أعرف البلاد وأعرف الشوارع وأعرف وكيف وطبيعتي مثل طبيعة الناس التي الذين أسألهم لكن ليس هذا شرطا يعني كان عاطف مثلا كانت رسالته في الماجستير في لهجة محافظة الشرقية طبما الدكتور الدكتور كمال بشر رحمه الله أخذ لهجة اللبنانية دراسة نحوية في الدكتورة الدكتور كمال بشر رحمه الله عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ورئيس المجمع السابق كان ذهب إلى بريطانيا جامعة لندن كامبريج في لندن وحصل على الدكتورة في الستينيات من القرن العشرين في دراسة نحوية للهجة اللبناني تمام فبالتالي الدكتور محمود بالفضل وهو حصل على الدكتورة في جامعة فرانكفورت في ألمانيا في لهجة الفلاحين في محافظة الشرقي الدكتور سعد مصلوح من تعه الله بالصحة والعافية حصل على الماجستير أو على الماجستير أعتقد أو الدكتورة في دراسة لهجة تلمينيا لهجات المينيا هو أصلا من المينيا أصلا هو دكتور سعد مصلوح جامعة الكويت هو مصري طبعا ومن ساب دكتور سعد مصلوح أعلم من أعلام علم اللغة في الوطن العربي فهذه مهمة جدا أن يكون هناك مساعدات إدارية بتسهيلات للباحث ربما لكي يستطيع أن يقابل الموظفين والعاملين يحصل على إجابات مناسبة للاستبيانات والاستبانة التي يفعلها المقابلات مثلا لي صديق مثلا كان رسالة الدكتورة عنده أو الماجستير عنده الدكتور عادي جمعة كانت رسالة الماجستير عنده في شعر محمد الفيتوري الليبي وكان مستشار ثقافي للسفارة الليبية في القاهرة فبالتالي هي موضوعات أنا كلاحث أبحث عن التسهيلات أنا أريد موضوعا فيه أمور سهلة بسيطة لا أذهب إلى موضوعات معقدة لا أستطيع أبذل وقتا طويلا جدا لكي أقابل شخصية ولا أستطيع أن أقابلها لا أيضا فيه موضوعات تحتاج إلى بعض الإحصائيات والبيانات وهكذا طيب ما همية الموضوع البحث وفعيدته العلمية هذا سؤال خطير جدا هذا سؤال فعلا خطير جدا يحتاج إلى التركيز شوية كيف يعني على الباحث يعني يكون متأكدا من أنه سوف يحصل على نتائج تفيده كباحث أو تفيد البحث نفسه والمجال الذي سيقوم بالبحث فيه أو يفيد المجتمع فمرة واحد صديق سألني يعني أمام سؤالنا أمام الناس سؤال يعني الحقيقة أنا لم أكن سعيدا عندما سمعت لأنني شعرت أنه سؤال يعني ليس الغرض منه السؤال في حد ذلك قال عاطف يعني ماذا استفاد المجتمع من رسالة الماجستير لك الرجل الذي يبيع الفول في الشارع ويبيع الطماطب في الشارع ماذا استفاد منك من هذا الموضوع الله عليك ما يسأل هذا السؤال واحد ويسألني هذا السؤال فماذا أقول له قلت له أولا الذي يبيع الفول له باحث يبحث في الفول الذي يبيعه وفي هذا الفول من الناحية الاقتصادية مكسب ولا خسارة من الناحية الزراعية هذا الفول الذي فإذا كنت تسأل على الرجل الذي يبيع الفول هو له من يدرسه أما أنا أدرس لغة هذا الرجل الذي يأكل الفول لأعرف أصوله ومن أين منبته وأستطيع أن أؤصل للغته حتى أنه بعد عشرين عاما بعد مائة عام يقولون بأن لغة هذا الرجل التي تأكل الفول هذا هذا الرجل الفول كانت لغته في عام 1990 كذا كانت لغته في عام 2000 كذا كانت لغته في عام 2050 كذا فأنا كدارس للغة أدرس اللغة وأؤصل للغة وكأنني أؤرخ للغة فهل هناك إنسان بلا تاريخ يا عزيزي بالتالي هذه مهمة جدا نسأل الباحث يسأل نفسه يسأل نفسه ما أهمية البحث الذي أنا أقوم به باحث آخر دكتور إجابة جميلة ما كانت ردت فعله عندما أجبته هكذا لم ينطق لم ينطق ماذا أقول له يعني هو كأمام الناس يريدوا يعني شيئا في نفسه فيسألني غريبة ماذا قدمت أنت لصاحب الفول في الشارع فقلت له صحب الفول كما قلت لكم له من يدرس الذي يدرس الفول من الناحية الاقتصادية من الناحية الغزائية وأنا أدرس الذي يأكل الفول هذا لغته وأرخ للغته سبحان الله فإذا كان البحث لم يحقق فائدة للمجتمع وللعلم ولكنه يقدم خبرة للباحث مثلا أنا رجل كنت أعمل في التعليم عندما أرقع من وأرفع من مستويا العلمي وأن أقرأ وأبحث وأحصل على ماجستير وأحصل على دكتوراه أليس هذا له انعكاس علي وعلى شخصيتك كمعلم مثلا يعني المعلم الآن الذي معلم يحصل على بكاليوريوس فقط ومعلم آخر معه ماجستير ومعه دكتوراه بالله عليكم عندما يدخل للطلاب على اعتبار أن هذا لم يحبط فيه جديد في حياته عندما يدخل هذا للطلاب ويدخل هذا للطلاب أليس لكل واحد منهم نكهته الخاص وطعمه الخاص فبالتالي لا نريد أن القضية تحسن بهذا الشكل عموما عموما لابد أن ننظر دائما إلى الجانب الإيجابي إلى الإيجابي في حياتنا فنقول يعني إن لم يقدم البحث إن لم يقدم البحث جديدا في تخصصه يكفي أنه صقل خبرة الباحث وزاده من تجارب في القراءة يعني أنا عندما أنت عندما مثلا تجهزين بحثا في النقل الأدبي وليس هذا يفتح المجال عندك للقراءة والاطلاع وزيادة المعرفة وزيادة حيث كله مكسب يسقل الإنسان يسقل المتعلم يقدم خبرة للباحث تفيده في مجال علمه وتأخذ بيده إلى أن يطور من إمكانياته يطور من نفسه يطور من إسلوبه وطريقته مثلا في بعض حتى أي عمل الإنسان يكلف به المشكلة نحن في هذا الزمان البايت ربطنا كل شيء بالمادة وبالتالي ربما الإنسان يعمل مثلا محاضرا في مكان ما أو يذهب في مهام من المهام وأنا في تركيا ناقشت رسالتي وحدة ماجستير وأخرى دكتوراه لم أتقاض من ليما واحدا وعانيت الصفر مسافة طويلة من إلازغ إلى سيفاس هذا وقرأت رسالة الدكتوراه وذهبت أليس هذا أين المقابل المادي يا عاطف هل أخذت ليرة واحدة من مناقشة رسالة الدكتوراه من جامعة غير الجامعة التي أنت كنت تعمل فيها فهذا أيضا بالله عليكم عندما نقيس الأمور بالنواحي المادية والله لن نقوم من نومنا ولاحي دينام خلاص لكن آخر شيء نفكر فيه المادة والنقوط يكفي أن تعرفنا على ناس ذهبنا إلى ناس رأينا بلادا جميلة رأينا أناسا يعني قرأنا العمل الخاص بالطالب وسقلت خبرتنا ووضع في السي في عندنا وهناك مكاسب مادية ومكاسب معنوية فليس كل شيء يقصب المال يجب أن يكون موضوع البحث كما قلنا يعالج مشكلة يعالج موضوع ربما يكون البحث له علاقة بمؤسسة كما قلنا ربما تكون المؤسسة محلية أو وطنية وضربنا مثالا بالمرة السابقة عندما كانت هناك في المملكة العربية السعودية حفظها الله رب العالمين وحفظ الحرمين وكانت الخادم الحرمين الشريفين في وقتها كان الملك فيصل يريد أن يحدث توسعة فبالتالي كان القرار بأنه يعرض الموضوع على أهل العلم والمهتمين والمثقفين وباعتبارنا من الناس الذين ربما يكون من الباحثين عن الحقيقة فشاركت مع الأخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع في البحوث التي كانت تجهز لموضوع التوسعة فهذا كان مؤسسة مؤسسة طلبت هذا واهتم به الباحثون فبالتالي هناك علاقة بالمؤسسات طيب معايير اختيار موضوع البحث المعايير هناك معايير كثيرة جدا من المعايير التي توضع في الحسبان هناك معايير ذاتية ومعايير موضوعية ما المعيار الذاتي ومعيار الموضوعي الذاتي هو المرتبط بالشخص نفسه والموضوعية مرتبطة بالموضوع نفسه المعايير الذاتية الرغبة النفسية في موضوع البحث والاستعداد والقدرات الذاتية عند الباحث ومعيار التخصص العلمي ومعيار التخصص المهني ومعيار توفر وقت كاف لإعداد وتنفيذ البحث تقول والله يعني هل لابد من هذا الكلام طبعا لابد إذا نحن نناقش هذا الكلام بالتحديد نجد أن هناك الرغبة النفسية في موضوع البحث قلنا من أن من أهم شروط نجاح الباحث في بحثه الرغبة عنده وأن يكون هذا البحث مخاطبا لميوله ورغباته وأحسيسه ومشاعره طيب الاستعداد والقدرات الذاتية يعني القدرات الذاتية نحن قلنا لابد أن يكون هناك ميول فالباحث لابد أن يمتاز بأنه يتسلح المهارات والمعرفة المسبقة بالموضوع الذي سيعمل فيه يعني هناك استعداد داخلي لأن الباحث عندما يكون من النوع المتمرس عنده الأدوات يكون أكثر إنجازا وأكثر دقة لذلك نقول نقطة هنا ربما باحث صغير يعني ما زال في البداية عنده يقترح بعض الاختراحات العظيمة جدا لكنه لا يمتلك الوسائل يعني مثلا لو قلنا الأخت جيان مثلا قالت يا أستاذ عندي موضوع تتفضلي قالت والله عندي موضوع عن مثلا لغة الطفل يعني عندي أطفال وعند جيران بعض الأطفال أجد عنده بعض العيوب النطقية فأنا أريد أن أدرس ما أسباب المشاكل النطقية عند هؤلاء الأطفال ولا أعرف كيف أبدأ فهي نبهتني لموضوع وهي نبهتني للموضوع موضوع مهم لكنها لا تمتلك الوسائل هي ما زالت في البداية فالبعض هنا يعني بعض يقول لابد فرضا أنها قالت لهذا الكلام وأنا كأستاذ مثلا متمرس وأقول والله طيب يعني الموضوع ده طيب خليكي شوية طيب مش عارف ايه تاني يوم شهر أسبوع شهر تجد جيان الأستاذ جاء كاتب بحث في الموضوع الذي قالت له عنه فت تزعل الأستاذ أخذ فكرتي صح أخذ الفكر والأستاذ سرقني فعلا سرق طب ماذا فعلت يا جيان تقول والله ولا شيء طب عملت انت بس قل ولا لا شيء بقالك سنة سنتين ثلاثة ولا عملت ولا شيء طب ما هو انت تركت الموضوع للآخرين يأتي واحد آخر عنده استعداد وعنده إمكانيات وعنده أدوات أنجز الموضوع وأخرجه لكن فيه نقطة لا بد وهو من باب من باب الأمانة العلمية أن يقول على الأقل يعطي الحق إلى إيه أقول والله نبهني أو نبهتني أو اقترح أو اقترحت علي إحدى طالباتي أو اقترحت علي الأستاذة جيان كذا موضوعا يناقش كذا 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 وهذا الموضوع يعني يعني على الأقل على الأقل يحمل فكرة لصاحبها أو يعني يعترف بفضل الآخرين علي فالاستعداد للدخول في البحوث العلمية أن يكون يعرف عنده الأدوات عنده كتب ومراجع تقول أستاذ أنا لم أحقق مخطوطا من قبل لكن عندي رأيت مخطوطا في مكتبة إسطنبول عن كافة وأنا أفكر في أن أحقق هذا الموضوع أحقق هذا المخطوط فأنظر أنا يمر سنة وأنت ما زلت تتكلم قل يا حبيبي ماذا فعلت أو لا الموضوع أنا مكسل شوية طب خلاص يا سيد أنا عندي الأسلحة وروح أنا أشتري معايا فلوس أشتري المخطوط أشتريته وعندي مكتبة وأفتح هذا المخطوط وأخوة وأنجز بعد ذلك أقول الله الأستاذ أخذ مني الفكرة أنا كنت أفعل كذا 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 وكذا كذا كذا إذن الاستعداد والقدرات الأفكار كما يقول الجاحظ الأفكار موضوعات ملقاف الطريق الأفكار ملقاف الطريق فعلى الأقل من حقه علي أن أقول نبهني فلان أو أرشدني فلان أو يعني أعيد الحق له في أنه كان له يعني فضل في أن نبهني إلى هذا الموضوع من المعايير الذاتية أيضا القدرات قلنا القدرات العقلية الصفات الشخصية والأخلاقية هذه مهمة جدا في الباحث بالمناسبة يكون إنسان عاقل يفهم جيدا يحلل يربط يقارن يستنتج يعني مش خلاص يعني وكلا لا يكون عنده صفات شخصية أخلاقية الرزانة ووقود الملاحظة والإبداع القدرات المالية على الإنفاق كما قلت منذ قليل من تصوير ونسخ وطباعة وشراء وشراء مخطوطات يعني أنت تنبهين على أن في شيء معين في المحلات خلاص وأنت لا تملكين المال أو لا تملكين الأدوات التي تستطيعين أن تحضر هذا وتجهز منه شيء موجود على أرض الواقع فبالتالي ليس كل صاحب فكرة صاحب فكرة تموت الفكرة على يدي أنا ممكن واحد صاحب فكرة لكن يكون سببا في موت الفكرة بإهماله وتكاسله وتقاعسه الاستعلال العلمي واللغوي أنه مثلا بعض الناس يجد فيه كتاب مثلا اسمه Structure Word اللي هو بناء الكلمة والله هذا الكتاب باللغة الإنجليزية وأنا أغني فيه أريد أن أترجمه من الإنجليزية للعربية وهذا في خطتي منذ سبع سنوات ولم أفعل شيئا إلى الآن بالله عليكم لو أنا فتحت الآن وجدت أن هذا الكتاب تم ترجمته من الإنجليزية إلى العربية أقول هذه الموضوعات هذه الموضوعات لابد من أن يكون الباحث عنده استعداد علمي ولوهوي حتى يستطيع أن يتم الأمر بالنسبة له طيب يبقى عندي دقيقتين فقط من المعايير الذاتية معيار التخصص العلمي يعني أن يكون البحث الذي أقوم فيه في تخصصي فعلا أو يمس المهنة التي أعمل فيها يعني حبزة مثلا واحد لو أنك مدرسة وأنت تريدين أن تبحث في علم في اللغة العربية في علم اللغة هل هناك علاقة بين علم اللغة وعلم التربية يا أستاذ آه عندنا علم اللغة التطبيقي يعني نبحث مثلا في المشاكل الكتابية عند التلاميذ كذا 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 وأسبابها ومن الناحية اللغوية وليس من الناحية التربوية أو نربط بين علم اللغة وعلم التربية فيه هو علم اللغة التربوية وهكذا أيضا آخر شيء توفير الوقت الكافي لإعلان البحث بعض بعض الباحثين يستعجل ويريد أن ينهي الرسالة في سنة أو في أو حتى يكون يعني قياسا يعني ثم يقع في مشكلة جدا أنه يعني يناقش يفتح قضايا كبيرة ولا يستطيع أن ينهي هذه القضايا ولا يعطي لنفسه هو الوقت الكافي فأي باحث وأي بحث يحتاج إلى الوقت الكافي ليهتم بالجانب بالتوثيق والإخراج حتى الجانب الشكل يهتم بنطج الفكرة بزيادة معيار يعني بزيادة نسبة ومساحة القراءة في جميع الجوانب لأن الموضوع يكون كسداسي الشكل يعني أي موضوع وأي بحث يكون سداسي الشكل يحتاج إلى ست زوايا من كل الزوايا تكون نظرة شمولية للموضوع الذي يبحث فيه الطالب عموما نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن المعايير الموضوعية عند الباحث إن شاء الله شكرا جزيلا ونلتقي على خير بإذن الله تعالى جزاكم الله خير